للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا من استوديوهاتنا في جدة الباحث في المجال الصحي الأستاذ سلطان المطير يسعد صباحك أهلا وسهلا بك أستاذ سلطان صباح الخير أهلا سارة أهلا عبدالله صباح الخير أيضا صباح الخير لمشاهدين ومشاهدات برنامجكم الجميل في قناة الإخبارية حلا وسهلا يعني قبل أن ندخل في موضوعنا دائما عندنا تساؤل ليش الأطباء دائما خطهم غير واضح بالوصفة الطبية ودائما نحن كمراجعين نتساءل كيف الصيدلي يفهم هذا الخط وكيف نحاول نفك هذه اللي بالنسبة لنا تكون طلاسم طبعا في البداية الوصفة الطبية هي أحد أدوات التواصل ما بين الطبيب والصيدلي والوصفة الطبية تحتوي على اسم الدواء والجرعة فكما تعلمون بأن الأدوية تستخدم كأحد الوسائل في علاج الأمراض ولكن هذه الأدوية قد تتحول إلى مواد قاتلة في حال أنها لم تتم بالطرق الصحيحة فأحد الطرق هو الوصفة الطبية بعض الأطباء للأسف في كل خط اليد عنده ما هو واضح فقد يرتكب أو يؤدي هذا عدم وضوح الخط إلى أخطاء دوائية على سبيل المثال هناك مثلا أدوية متشابهة في الكتابة مثلا لازكس ولوزك لازكس دواء مدر للبول ولوزك من الأدوية تستخدم في علاج قرحة المعدة فعندما يكتب الطبيب مثلا لوزك ولكن الخط غير واضح الصيد اللي قد يفهم أو يقرأ بأن هذا الدواء لازكس فبالتالي يعطي الصيد اللي يعطي المريض دواء بالخطة وهذا هو أحد نتائج خط اليد غير الواضح أيضا هناك بعض الجرعات مثلا نصف ملي جرام وعندنا مثلا واحد ملي جرام أو ثنين ملي جرام بعض الأطباء عندما يكتب نصف ملي جرام الطريقة الصحيحة يجب أن تكتب صفر نقطة خمسة هذه معناها نصف ملي جرام ولكن بعض الأطباء لا يلتزم بوضع الصفر ولكن يضع النقطة ويضع الخمسة فالنقطة ربما تكون غير واضحة فبالتالي الصيد اللي قد يصف للمريض خمسة جرام أو خمسة ملي جرام من هذا الدوافع كما تعلمون هنا تغيرت الجرعة من نصف ملي جرام إلى خمسة ملي جرام فمثل هذه الكتابات الغير واضحة قد تؤدي أو تهدد سلامة المرضوة وتؤدي إلى أضرار خطيرة جيد يعني هذه المخاطر لكن عن السؤال الأول الحديث ليش ليش يكتب بهذه الطريقة هو يمكن الأمر موسوء خط بقدر ما هو لدى البعض تعمد لأنك أنت رجعت أن بعض الأطباء نقول كثير من الأطباء اعتقدوا لكل مرة على طبيبه وعطاه وصفة لا يمكن أن تقرأ حتى الحروف ما هي موجودة كأنها مرسومة رسم بحثت في الدراسة عن المسببات أنه ليش بعض الأطباء أو الكثير من الأطباء يعتمد على هذه الطريقة في الكتابة طبعا هناك أحد الأسباب أنه كثرة المراجعين كمثال ضيق الوقت إضافة إلى ذلك مهارات الكتابة لدى الطبيب فكلما كانت المهارات الطبيب في الكتابة عالية كلما كان الخط واضح فأسباب عديدة إضافة إلى ذلك عدم استخدام الكمبيوتر أو الوصفات الإلكترونية هي أحد الأسباب أيضا التي تجعل الطبيب يستخدم خط اليد وربما يكون خط اليد غير واضح يمكن كده نكون دخلنا في نقطة الحلول لمثل هذه المشكلات صحيح نعم طبعا الحلول هي أحد من ضمن الحلول هو استخدام ما يعرف به النظام الإلكتروني أو الوصفات الإلكترونية فخلال الوصفات الإلكترونية الطبيب لا يكتب أبدا بخط اليد ولكن يدخل على ملف المريض وتظهر للطبيب المعالج جميع الأدوية المتوفرة في المستشفى والطبيب يجب عليها اختيار الدواء أيضا اختيار الجرعة ففي الحالة هذه يتم اختيار الدواء والجرعة أوتوماتيكيا وبالتالي المريض يذهب إلى الصيدلية ويعطيهم رقم الملف الإلكتروني وأثناء دخول الصيدلي على الملف الإلكتروني تظهر الأدوية الموصوفة بخط واضح وجميل من خلال الملف الطبي الإلكتروني هذه أحد الحلول كما أن هناك حلول أخرى أيضا باستخدام التكنولوجيا بما يعرف به نظام دعم القرار نظام دعم القرار أو يسمونه بالإنجليزي هذا موجود في ملف المريض الإلكتروني فعلى سبيل المثال عندما يكتب الطبيب دواء خطأ لهذا المريض مثلا المريض عنده حساسية تجاه المضاد الحيوي فالطبيب كتب مضاد حيوي والمريض عنده حساسية تجاه هذا المضاد الحيوي فبالتالي هذا النظام الموجود في ملف المريض الإلكتروني يعطي إشارات تحذيرية للطبيب بأنه يجب عليه إيقاف وصف هذا الدواء أو تغييره كما أن هذا النظام يقترح على الطبيب المعالج حلول أو أدوية بديلة لهذا الدواء أيضا عند كتابة الجرعة نحن ذكرنا في الوصفة التي تكتب خط اليد أنه ممكن تكون الجرعة غير واضحة ولكن من خلال استخدام نظام دعم القرار فالطبيب يختار الجرعة المتوفرة الموجودة في القائمة فبالتالي يتفادى كتابة الجرعة الخاطئة فهذه أحد الحلول المستخدمة لمنع الأخطاء الدوائية المتعلقة بعدم وضوح الوصفة الطبية يعني أنت ذكرت أنه بعض الأدوية تتشابه الأسماء فيها فبالتالي يكون الوصف لدواء آخر لكن الدور على الصيدلي ترى أقول ذلك ساخرا لكن فكرة قد تكون موجودة لدى الكثير نعم كنا نعتقد أحيانا أنه والله هذه شفرة بين الطبيب والصيدلي وكانه عمل استخباراتي عشان المريض ما يعرف أشوه الدواء تستغرب كيف بسرعة تقرأ أو تعطى هنا الحديث عن دور الصيدلي جثني وصفة قد يكون فيها تشابه أو كذا أرفض صرفها أحتاج إلى وصفة واضحة نعم طبعا الصيدلي في حال وصول وصفة غير واضحة يجب عليه التواصل مع الطبيب أو إعادة الوصفة مرة أخرى فالصيدلي يجب أن يتأكد بأن الدواء الذي يعطى أو يصرف للمريض هو الدواء الصحيح ففي حال وجود اشتباه في عدم وضوح القط فينبغي التواصل مع الطبيب مباشرة هناك بعض المنشآت الصحية يوجد لديهم سياسة وإجراءات عندما يصل المريض للصيدلية ويحمل وصفة خاطئة يوجد بعض النماذج الصيدلي يكتب النموذج مثلا ويرسل ويعيده إلى الطبيب المعالج والطبيب المعالج يكتب ويوضح اسم الدواء والجرعة الصحيحة طيب أستاذ سلطان تحملي شوي في هذا السؤال احنا تكلمنا في البداية أنه من الأسباب اللي بتخلي الطبيب يكتب الوصفة الطبية بخط لا يقرأ استعجاله وأنه الوقت وأنه يبغى يلحق يخدم أكثر عدد ممكن من المرضى الحل اللي وضعنا اللي هو الوصفة الإلكترونية هتأخذ وقت أكثر بكثير كمان من الوصفة الخطية لأنه حيقعد يبحث عن اسم الدوامة بين مجموعة أدوية حيقعد يكتب كمان الجرعة المعطاة ثم من يرسلها يعني حتأخذ ثواني أو دقائق زيادة لكن هي تعمل بشكل مضاد لفكرة أنه اختصار الوقت اللي تكلمنا عليها في البداية لا بالنسبة للاستخدام الوصفة الإلكترونية هو يعتبر أقل في استخدام الوقت لأن هذه الأدوية ستكون في قائمة في الصفحة الإلكترونية أمام الطبيب ومتسلسلة بالحروف الأبجدية وبإمكان الطبيب أن هناك خانة للبحث يكتب فيها الحرفين الأولى والحرف الأول من اسم الدواء ويظهر له الدواء مباشرة إضافة إلى ذلك أنه عندما يظهر اسم الدواء تظهر الجرعات المتوفرة في الصيدرية فيختار فقط الجرع فبالتالي لن يستغل وقت طويل لكتابة الوصفة كما أنه حتى وإن كان هناك فرق في الوقت نصف دقيقة أو دقيقة أكثر فإنه بالتالي نحن نضمن سلامة المرضى ونحمي المريض من الأخطاء الدوائية التي قد تؤدي إلى أضرار وقد تؤدي إلى وفيات لا سمح الله سلطان ترى أنا ما شوف أنه منطقي مبرر أنه والله عشان الطبيب ما عنده وقته مستعجل اليوم الأنظمة أنه يحقل كل مريض من الرعاية الصحية يأخذ وقته كامل في الاستفسار والسؤال ما بالك بعد الكشف وكتابة الدواء يعني الله ليه هنا يكتبه بطريقة واضحة أخيرا بنستعرض الأرقام اللي في الدراسة عشان نعرف أنه ممنطقي هالسبب وأنه أمر في غاية الخطورة أنه تكتب بهذه الطريقة أنت ذكرت في الدراسة سبعة ألاف شخص في العالم يعني يتسبب هذا الأمر في وفاتهم أيضا ذكرت من النسب 61% من الأخطاء طبعا الدوائية في الوصفة تصل إلى 61% على مستوى العالم عطنا أبرز الأرقام حول مستوى الخطورة من هالكتبات الغير مفهومة طبعا تختلف الدراسات هناك مجموعة من الدراسات التي أجريت على الأخطاء الدوائية المتعلقة بعدم وضوح للوصفة فهناك دراسات أشارت بأنه 61% هناك دراسات أشارت إلى وصول إلى 75% وهناك أقل يعتمد على المكان الذي تجرى فيه الدراسة يعتمد على مهارات كتابة الأطباء يعتمد على أيضا وجود استخدام التكنولوجيا في الدراسة تختلف عن دراسة أخرى ولكن أجمعت جميع الدراسات بأن الوصفة الغير واضحة لها أضرار على سلامة المرضى الله يحفظ الجميع يا رب شكرا جزيلا لك الباحث في المجال الصحي أستاذ سلطان الطير يعطيك ألف عافية شكرا أستاذ سلطان العفو أهلا وسلم